عليكم السلام. أصباح الخير. السلام عليكم. شباب. أين فاز عيد؟ أين فاز عيد؟ أين فاز عيد هنا؟ أين فاز عيد؟ من أحيان ركبت سيارة؟ نعم. الساعة كم اليوم تعمل؟ ما اسمعك؟ ساعة ثمانية؟ ساعة ثمانية؟ ساعة ثمانية؟ ساعة ثمانية؟ ساعة ثمانية؟ خلاص سجي الزراعة وحادم. شده عليكم. يغاسرة. هيد ريب ميريت. عايز قادة تايم؟ عايز قادة تايم. تنظر على قادة تايم. تنضح الزراعة يالله مازين الرداد يوم ييك تنضح الزراعة كثيرة مسكينة ها ترى الواحد يؤجر عليها الشي اكيد ان يحصل اجب كل فعل خير يتحصل وراها الشي ماشا كراك قصل الزراعة بين فترة الثانية كل اسبوعين كل عشرين يوم واضح الزراعة حتى لو ايسهيل اولدتي غمرات زراعة فقيرة تبا 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 تنضيب عندكم شكرا مهر اجو وثمرة شكرا مهر شكرا مهر شكرا مهر شكرا مهر حين على تريه ييني الخبير وإن شاء الله حين الله جعلنا من الحيين متوكل على الله يكون قدرنا في دبيك إن شاء الله اليوم تشوفوني بكن دورتي لأجل أنه وقت السيرة حالحين وقت السيرة هو لا شيء وقت حق لبسه مقصر وصير بعكفوب وبعقة وبسكن دورة من يدي ويدين قلت ابوي مرة عمرتين بتكون صدع الديانة ورجال يالس هناك والله ولا كأني يرمس ولا سلم علي ولا حبني وقال لي صباح الخير يخويت ولو قولي شيء أبدا صباح الخير طبق خير خير جزيز شو هتضحش اليوم بسي بس هنمول يديد هذي يوم صراحة ضحشك مخالفة مبهي ضحفة الرسمية ليه شو ياك يقولون الإنسان يوم تزيد بيزاته تختلف ضحشته يازم بدال ما يصقع صقعود أصغيرونا الله كاريء الله كاريء يعني تزادن لو يخفن لو ما خفن لو ما خفن خفشي ثاني يا ابوك نعم زي الأبو يدل الله يحفظكم اليوم أنا ما تشوفوه أبو يدلتنا اليوم الزول الأورنجي رقم واحد هي أعتقدنا ما لناديه إيمان والعلم عند الله ها صراح ها صراح ها صراح ها أنا أسير أنا ها بابا أسير بابا ها اليوم تريكلوا بعد انت مو عايد ها تعالي شوة اليوم ها اليوم حمسة تشبود حمسة تشبود نبار حياة قلنا من عند الصريطي شحا وأحمد من تبيق قرت عيولة لئة من حقي أثناء واحد حقينا واحد قال حق المهندس حصة على سلامته. انزيل. انزيل. اللي حقي انا حقي روحي. شاورنا حصة قالت ابو يعيلها. دبحوه. بطرشو لها شويونة. والباج يجسمون على اخواني. صحة. هي حصة قالت. وقالت عطوه صلاح من جسمي. ان شاء الله. يعني انا ما بعطيك من جسمي انا. انا بصاح. انا بصاح. هي الحقيقة. نزيل. لا دروس. دروس اليوم. ساعة 10 موعدك. انا. ساعة 10 مستشفى بارجيل. انا اول. هي هي هاك العود. اليوم موعدت مع دكتور حسان. حسان. هي دكتور. عرفت ابنو لي سوك العملية. تذكر. اليوم الموعد. اليوم بيسوونها ان شاء الله. هي. انزيل. شو تريد احيان تقول انت. بشكلة. جهز حق العرس. هي. عرس. هي. اقول العيد. هي مشكلة. العرس. انا معينون. انا معينون. الله بترينيون. لا. هل قطناها واحد ما عندها مقص. قالت ما عندها مقص. هي قالت ما عندها مقص. انت بغل. لا. ما عندها مقص هي الحرمة. قالت اي. قال. لا. قالناها تشوف. اذا خد تجربية من الخارج. بيكون عندها مقص. هي. هي. هي بتاخلك واحدة من امريكا ولا. لا. تعال. خلي اكلم. خلي اكلم. خلي اكلم. بتاخلك واحدة ايطالية ولا فرنسية بيها بمقصها. بتاخلك ابوي واحدة. يعني. واحدة مستورة. وتباريك. وتتعبل منك. انا معينون. انا. انا. شكرا يا صراح. شكرا. شكرا? شكرا. شكرا? شكرا? شكرا؟ شو تقول رادو رادو انا شراث رادو يعني شكرا شكرا انا شراث الرادو اخ عليك الصلاح اخ عليك انا اخوك تقولي رادو انا اخوك العود احنا بنا تصلها بقول ابوي يب المقصة التعيال حتى اني حطي في ديش مقصة صراح صورة شو بعد شوفت ابوي بيشوف صورة الحرمة انا ما باعرس قال اول راون صورة الحرمة حبيبي الحرمة ان الحرب كبرها ما شفناها نحن كبرنا ما شفناها ما حد شافها بتصير محمد حبيبي بطالح وبترد عليك الاخبار شو رايك زي طمم ابشرو بالريوق ابشرو بالريوق هاي من من شبدة العيل ما لقوم الصليقي يا اorage اتكلم بسرعة 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 هذه حمسة أو جلية هذه هي طريقتها للدمام فلفل السود و يليلان وكسبرة وفلفل حمر سوف يهنمون كانها على هوش أو على عيل أنا عيب للعيل إذا طازة والعيولين يمطلشينها الباح محمد الصريطي إذا هالله خير صغار وتبود هن يعني لون هن زهري مازين هن ينكلن نيات هذا خدمة تمنوه أي ها خدمة تمنوه مو يسوي هذا؟ أه أه كله أه أه أين عيال؟ سكتو سكتو أخوزي أه لا مشكورة يا هداة خلاص خلاص ما بصورت شكرا يا هداة شكرا اليوم يا حفيض سويت شابدة يعني من شيفتة من شيفة يا بوكم روح غير نمونا اللهم لك الحم مرحبا ها أين سعريب؟ السلام عليكم السلام ها يلا 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 ايه مشكورة مشكورة يا بنت خليفة تمام رغم واحد ريال زين توني يا توني توني يا توني رابع مساء صاح n عليكم السلام مرحبس مرحب ارداء بجمع Shish من أردك ماذا سر من ترغل سر ماnecessني يا یزير المنصوري ماذا سر هذا هو كوفي سير كوفي لأي هذا هو كوفي سير محضر البرزيزة محضر البرزيزة محضر البرزيزة البرزيزة نعم شكراً لك أقل مرحباً كيف تحديدك؟ أنا براين سير براين براين تعرف منها؟ هي دوارك لا تعرف أحد شكراً 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 آما شكراً Soc منهج نحن سايرين حين عنوة ليندبي شلجلة نحن متفقين من البارح انك انت بقى ترمس ان جماعك بتخبرها نحن ليش عنوتنا اكيد ياليت بصوت عالي حق العربي يسمعون اتخبتين صاصر عمرك كل الناس تسألني تقولي شو بتسوي مع الخالدين او شو هذي الشركة اللي انتوا سويتوها نزيل الشركة اللي احنا سويناها وان شاء الله بدينا العمل الحين فيها للاشخاص والشركات نزيل كل العالم السؤال اللي كل الناس تسألني يا كيف ازيد متابعين الحل عندنا كيف تزيد متابعين سناب شاد وانستغرام الحل عندنا كيف شو يعني الحل سحر لا مش سحر نزيد متابعين مش وهمين حقيقي ليش فرحوا شي وهمي يعني لا في شي وهمي يعني في بعض الشركات تسوي شي وهمي بعد عشرين يوم بعد شهر يروح خلاص ايضا في ناس تحب تنزل في يعني ينزلو الحين في الاسناب في الاسكوفري ينزلو ما بين المشاهير طبعا هذا الشي لازم يكون عندك فضل الالف وتابع لينتنزل في الاسكوفري كل شي هذا احنا نسويه الاعلان اللي بنهاية كل اسناب احنا نسويه الحين نزل شي جديد اللي هو إعلان اللي بين كل ستوري وستوري بينزل إعلان إجباري صار طبعاً نقدر نضيف لك إعلان لشركة لمطعام لمؤسسة لأي شيء طبعاً لأفراد له بس للشركات أو المؤسسات الصغيرة والكبيرة والمطاعم الكافيهات أكيد طبعاً نزيل لكل شيء وإحنا نصنم لك الإعلان ونسوي ونرسل ونأخذ الموافقة له من وين تأخذ الوافقة؟ نحن الشركة السناب علشان هم يستعرضون وبسعره الطبيعي يعني بالسعر الطبيعي ما للشركة نفسه السعر اللي بتأخذه شركة السناب بالضبط ونحن شوفها شوف فائدتنا عين الحين نحن فائدتنا خلاص بس نزلك نزل الإعلان يعني بس نزل الإعلان خلاص احنا بنستفيد يعني بنكسب أي حد يبا ينزل عندنا إعلان ما فيه أي مشكلة فيه اتفاقية بينه وبين الشركة بشان هذا الموضوع الحين للشركات كل حين يسألني شو تقدر تساوي للمؤسسة أقدر أسوي لك ويب سايت الموقع كامل وأساوي لك لوغو للشركة وعندنا فريق كامل قانوني لحماية الملكية الفكرية يعني نساوي لوغو ونساوي لك بروفايل للشركة ونساوي الموقع كل هذا بنفس الشكل وبنفس theme ومتكامل وهذا اللوغو ما حمي ما حد يقلده وما حد يستخدمه يعني أي حد يستخدم اللوغو مالك أو تشوفه بأي مكان بحقلك أنه أنت ترفع دعوة على أي حد يستخدم اللوغو مالك هذا لك الشركة خاص فيك حتى لو كان مطعم حتى لو كانت مؤسسة صغيرة حتى لو كان من هالا ادارة بزنس من منزل طبعا ما لها التاجرات الصغيرات وما للتيار الكبار والتيار الصغار اي حد اي حد عنده اي حد عنده شي في سناب شات في انستجرام عندنا اي حد لكل الحلول لهذه الاشياء لو تبسيط متابعين في انستجرام لو عندك مشكلة مع انستجرام لو عندك لق على الحساب لو سولك لق بسبب اه انتهاك الخصوصية شركة انستجرام او سناب شات ان شاء الله نرجع نفتح الحساب نفتح الحساب. طريقة قانونية? طبعا بالطريقة قانونية جدا جدا في ناس الحين في في الاستجرام مثلا بينشرون منتج مش له. اه. ويسكرون الشركة بسكرون الشركة طبعا الشركة بتسكر الحساب ماله. بسكرون احيانا لق نهائي. اه. ينقرون بنت نهائي. احنا نرجع نفعل الحساب من جديد وبدون اي مشاكل ان شاء الله وعلى اساس الرخصة التجارية اللي عندها اه بدون اي مشاكل نوع رخصة نزي خبيل السناب منهد نزي شو معنى كلمة اه الملكية الفكرية حماية الملكية الفكرية ببساطة بطريقة مبسطة بطريقة مبسطة بصوت عالي عندك قناة في اليوتيوب تنشر فيها فيديوهاتك حاول حد يسيلك باستخدام بانو يستخدم احد فيديوهاتك من قناة اليوتيوب عندك او حد حاول او حد حاول يسوي حفظ اسناباتك او شيء من الاستقرام عندك بتقدر تقاضيه اهه يعني اي حد يحاول يسيلك بالفيديوهات اللي انت بتنشرها اهه او بتحطها في قناتك في اليوتيوب انت تقدر تقاضيه بدون اي مشاكل هذه اعمال ممكن فيها لو عندك لو انت شركة او عندك لوغو وتحب تحفظ هذا اللوغو وما حد يستخدمه وما حد يحطه على على موقعه وعلى قناته فتقدر تحفظ هذا اللوغو بانه يكون لك خاص لشركتك لمؤسسك هاي هيل هاي هاذ للاشخاص وللشركات انت تسوي شو احنا الفريق العالوني عندنا يسوي حماية ملكية فكرية على اساس اي حد يستخدم فيديوهاتك او اللوغو يعني مثلا انا عندي حساب في الاستقرام هي يحق لي اني يسوي حماية فكرية تقدر تسوي حماية ما حد يقدر ياخذ ولا شي من عندي هي ما يحتاج يكتب على الحساب هذا استصويري ممنوع حد ياخذه منه ما تحتاج تسوي اي شي حتى في اليوتيوب نفس الشي فيديوهاتك ما حد يقدر يستخدمها ولا يقدر حد يسيء لك بنفس الوقت يعني ما حد يقدر يسيء لك في اليوتيوب أو يستخدم فيديوها من هل انا عندنا في اليوتيوب عندنا في اليوتيوب اي انا ارا افي افلامي تنخد عني وتتوزع في الحسابات في الاستقرام في كيف انت تقدر شو القوة اللي عندك انت هذي اللي انت تقدر اه ما تخلي حد ياخذ من اللي عندي انا او لازم انا اللي يكون عندي اه الحماية الفكرية شو اللي تقصدي يعني كل انسان عند حساب لازم يكون عنده حماية فكرية لا لو تحب تساوي هذا الشي يعني انت لو تبقى تساوي حماية ملكية فكرية لا قناة اليوتيوب عندك اي حد يحاول يستخدم فيديوهاتك في قناته مثلا اها بينمسح حتى في الشركات اليوتيوب الجوجل نفسه و اليوتيوب خلاص بيعملوه دليت مجرد ما يرفعه بظل ممكن يوم او يومين خلاص بينمسح خلال يومين يمسح الفيديو من عند حسابك انت بالضبط ايواء لو حد شل عنك فيديو وحاول يسيه لك فيه بهذا الفيديو فناتك مثلا تقدر تقاضي هل بامكان شركة اليوتيوب او او جوجل اي اذا انا قلت لك مثلا عندي شي لفلاني انا لازم يكون اولا انا مسوي الحماية الفكرية صح طبعا علشان الجوجل تقدر تتخب قرار اكيد ايواء اا بس كان عندك حماية فكرية اخلاص حسابك اول شي يعني انتو حين تسوي الحماية فكرية لكل انسان عنده حساب اي شخص مش لازم مش لازم يكون عنده هالكثر متابع او شي من هالقبيل لا لا اي حد عنده فنا في اليوتيوب حاب يساوي حماية ملكيه فكرية لها فيديوهاته للمحتوى ماله للوغو مال الشركة عنده وللويب سايت للموقع اي شي نسوي له عادي بدور اي مش عادي زي الشخص اللي خد عني انا الفيديو هذا مكتب عليه ولا سو عليه ولا اي ان كان ينمسح ولو كان في اساء لك تقدر نسوي عليه دعوة وتقاضي يعني كيف اقدر اتسوي اذا ما عندي انا حماية فكرية ما اقدر اتسوي عليه دعوة صح؟ لا تقدر تسوي عليه شي يعني طول ما انا ما عندي حماية فكرية ما اقدر اقاضي اي شخص ياخد شي من حسابي لا 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 انته الحين بالحالة الطبيعية لو اي حاجة اساء لك فالسوشيال ميديا تقدر يعني ايه في قانون دولة لبارات تقدر انت تقاضيه عادي. اه. بس الحين بحماية البولكية الفكرية بتقدر تقاضيه بانو الشركة تغلق له حسابه وبتقدر تقاضيه قانونيا. ايو نفس الوقت. يعني لو عنده هو قناع على اليوتيوب لو كان فيها مليون وسائلك بيسقلوا حسابه. بيغلقوه يعني. شوف انت? يعني يستاهل. ابشروا ابشروا بخوم تنياي تنكم يا هالبوضابي. الخير يا ينكم الخير يا ينكم ابشروا بالخير. انطور يا يتنكم ان شاء الله بحيل اللي ما تنام عينه. الغيوم الدنيا ملتاصة. الدنيا ملتاصة غيوم ريجل. الحمد لله رب العالمين. لو دليت ما غسلت الشيار. ما دليت النبي مطهر? الحمد لله على كل حال. نعم لي بالحمد الشكر. اليوم تسفيرتي مثل تسفيرتي. ابدو نحسن لمحنى وهالغريت شاطي. ما عليه. المهم نحن حين تعدينا السمحة. جريب سيح شعيه وصلا. زين. ما بتقول شي انت? تسألني يا محمد جوابك. بارك الله فيك. ما دلي شو اسألك عنا? شو الناس تبت عارف شي يا حين انا ما عرجو لها اسأل الناس تبت عارفه. انت الحين سألتني اسم الشركة. هي. اسم الشركة الخالدي ماركتنج. الخالدي ماركتنج قولي. ما شاء الله. ها بالانجليزي بالعربي. هذا اللي يسلمك. بالانجليزي. بالعربي شو? الخالدي اللي اهدارة التسويق الرقمي. الرقمي يقول لي. ايه. الخالدي. اللي اهدارة التسويق الرقمي. خيب مقمرة هلا. شامل يعني شامل. شامل. ايه. ان شاء الله نقدر نساوي بوشي. ان شاء الله نقدر نقدر جميع بعض. ان شاء الله. هل هل الستاف اللي عندنا يغطي كل دولة الامارات? او هل خدمتنا شامل الامارات ولا شامل الدول الخليجي التعاون? هي. دول مجلس تعاون. الخليجي التعاون يبته هنا. مجلس تعاون. يعني ان شاء الله عندنا طاقم يغطي الكل. ان شاء الله. حتى عندنا عن اولاين يعني لو حتى اي حد برها الملد. اه. نقدر احنا نغطي له اولاين. يعني من عندنا عن طريق اللايف. مكالمة اللايف سكايب. ومنقدر في عندنا مندوبين يعني حاليا لكل دولة الامارات. لكل دولة الامارات موجود مندوبين يروحوا باي وقت يعني لو اي حد اتصل يقدر اي حد يروح عندهم ويكتب معاهم عافظ الدنيا. من هل. في اه يدتني عدة اتصالات من قبل ما نفتح المشروع هذا. من الكويت بالتحديد. من السعودي من الرياض. من الخبر. ثلاثة عماكن. سؤالهم كان كيف تقدرون تديرون حسابنا او التابع تنزلون صور حساباتنا ويكون عليها متابعين. وانتوا في الامارات. هل بالامكان? نقدر هذا نقدر نساوي هذا الشيء بكل البساطة. كيف? يطلع بعد. ويطلع انه احنا منزلين من نفس المكان اللي هو موجود فيه. يعني يعني ما يتغير موقع. شي طبيعي جدا جدا. شغلنا. ايوة. هي نقدر نساوي هذا الشيء. حتى المتابعين حتى المتابعين اللي بنزيدهم على حسابك. يكونوا من نفس منطقتك. من نفس اللوكيشن اللي انت موجد فيه. كيف هذا هذا وهمي ولا صدقي? لا حقيقي. اواتم صدقيين? ايوة طبعا اكيد. يعني ناس. خلاص عندنا مناديب تدير حسابات ان شاء الله بكل مكان. يقدروا يسوي كل شيء باي مكان كانوا عادي ما في اي مشكلة. يعني بس. تحدد الخدمة. يعني. تحدد حسابات. شو الخدمات اللي انت تسويها. من الاساس. كيف يعني? الخدمات اللي انت تقوم بها. كمكتب الخالدي للإدارة الحسابات الرقمية. دير محتوى. يعني عندك حسابات. انا عندي مطعم. عندي مطعم. شو تقدر تقدر تقدم لي من الخدمات? تبا موقع. شو يعني كلمة موقع? موقع وبسائد. يعني صفحة لانترنت. تبا صفحة لانترنت? هي. بيقولك انا عندي صفحة بين صور عندك. مش محتاج لك. خلاص. يسوي لك. حساب انستغرام. عندك حساب انستغرام. بنديره. لو ما عندك نسوي لك جديد. بنديره. لو ما عندك. كيف تديره? يعني احنا نيجي نصور عندك. وناخد التصور ونساوي مونتاج وننزله خلان استقرام. ايوة. لو ما عندك حساب عندنا حساب. وفي متابعين بعد. لو تبع حساب في متابعين ثلاثة الاف اربعة الاف عندنا. بس حسب الطلب يعني لازم تطلب. لازم تطلب هذا الشي وتخبرني قبل وانا بجهز لك الحساب. على اسم شركتك. على اسم مطعمك. على اسمك الشخصي عادي. تكون الحساب. في متابعين وجاهز. مش الا في متابعين وحقيقيين. وانت تكمل فيه عادي. وتحط الاسم اللي تبعه فيه والامور بخير ان شاء الله. وهذا اللي تقوله انت كل هذا بتصريح يا مرخص. مش ممنوع يعني. لا 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 لا. ابدا ابدا ابدا. مش ممنوع. لا لا بيكون حسابك موثب ومؤمن وما عندك اي مشكلة يعني بتشيل الحساب. ومعك الايميل وباسورد الايميل الاساسي ما لحساب. ايوة. ابدا ما في اي شيء مخالف. تسأل لي منهد. يقول لي ليش نحن سجلنا. ليش تريد تسمع الاسناب مرة ثانية. قلت اسمع الاسناب مرة ثانية. سبحان الله. تطلع كلمة بالغلط. كلمة تنفهم بالغلط. شيء اه ما كان بالقصد. يعني سبحان الله. ترحين العرب. يدورون عليك ادنات الدون يا الانسان. حتى لو تبربش بعين وحدة. اليسرة قبل اليمنة. قال ابويا هذا متعاطي. ما تشوفونه. هذا ما بربش بعينه اليسرة قبل اليمنة. قال ابويا هذا شيء بلاه. هذا يغامز. هذا يلامز. هذا عند العرب لفلانيين. هذا معناها. وشو اقولكم. مصايب الها اولي غير ما لها تالي. هل اذا انا تالي يبوكم امشي. ولله الحمد وعد اخطايا. عارف وين ساير وريلي وين بتوطى. قولوا انت رأي مطار فيها دبي. لازم ابوي بيي هالمطار. اني انا ابو محمد يا ايد بي. ما بتنطر. انا ابوك وين احط دميه. رب العالمين يطرح لبركة. شو التحرون انتو. انا بكبري لول قبل ما يسموني خالد. يسموني المبروك. اقولكم على هالطاري. تدرون لول انا عندي اه حيات اخوي سعود. يا يتوم وياختي فاطمة. يا يتوم وياختي فاطمة. حيات ابوي شو سماهم اول مطاحة. سموهم فتحي وفتحي. كان بحد يسمي عياله فتحي وفتحي. نشو عادة خلاف من الكبراو شويونة. نشو جلبوا وساميهم. سموهم سعود وفاطمة. فاطمة باجي وسعود اه توفى الله يغافل الله. توفى الله ريال يمكن ثلاثين سنة عمره. او سبب وعشرين. الله يغافل الله. حوادث والله ها كلها حوادث. اخوتي اللي توفوا بسيايين ثلاث محمد الخالدي. وحيات عبد الله الخالدي. وحيات سعود الخالدي. كلهم وبويتوفوا بحوادث السيايين. كلهم بثلاثة تب. حيات محمد الخالدي من اوالي الدفعات اللي في كلية تزايد العسكرية. الدفع الثاني او الاولى. متخرجين في العيد. ويايين عند المطبات. هو وربعة. واحد هندي حيات. واثنينة مواطنين توفوا. اللي هو محمد الخالدي واحد زعابي. نسيت والله شاسم زعابي. اخوه السفير. سفيرنا اللي في اه الفلبين. يا لله يحفظ اللي اعزمنا هاكل يوم عالغداء. يزاهل الاخري يبسرنا الفلبين. هي والله. كل السيايين طحنت العرب كلها. حيات محمد خلف مريم اللي خلوه اللي خدوه اه اخذوها عيال قوم اهلي. في في دبي لام ساتيت بيتهم. نزيين. هو اه اخيات عبدالله خلف خلف بنات انتين. وسعود توفح فقين قبل ما يعرس. هذي 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 وحده. نزيين. وليه تم تم اتنى واخوي خلف واخوي صلاح. نحن ثلاثة. وثلاثة توفوا. الحمد لله رب العالمين. شلي خلاني يبسر في وس pendulum i bigger. ابشروا. ابشروا بيتباي كلها مطر. اه. إبي هابشر مطر مطر. مطر دبي مطار. مطار ياكم خالد بن احمد. شي ما بتمطر داركم يجبها ابتمة بيتمطر. تباركو بالنواسي والاغدام paling يحافظ علي وعلى الجدبين. هذي يقول لك تباركو بالنواسي والاغدام الجدائم مبروك الجدائم مبروك الجدائم مبروك. شري poorly يقول لك فيها مطار وايد. حيتي يأتي ان هي ميع الصور. الفيديوهات ما عندي هذا اللي يسرق وينزل على الاحساب وهم قيوين ما شاء الله باي طول الليل همالي عليهم قيوين طول الليل همالي وبالأخص وين الهمبا اي شل بنفسجي البربل وين فريج الراس اتيني انتقادات بالنسبة لخدمات المستشفيات او العيادات الخاصة او اللي هو يا جماعة الخير مشكلتنا نحن الاستعجال كله من انسير نحن ما عدنا احترام للي ياي قبل اللي ياي قبل بيدخل قبلك مثل ما انت ياي محتاج انت ما بياي امرجنسي ياي طواري شي قسم للطواري يا غير انت ياي تقابل دكتور مثل ما انت ياي تقابل دكتور تحترم اللي قبلك ولازم انك انت تريأ ترييت ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث كل دكتور له طريقة في مقابل تمعه البيشن مالي اللي مراجعي ليونه اللهم وقتهم اللهم قدرهم ايا كانت الجنسية هذا دكتور دكتور ما يخصه اذا انت شيخ عشيري حمالي بيدار سمات اللي هو ترى اسمه بني آدم بني آدم هذا يبقى علاج ما سار حق الدكتور اللي يبقى علاج ما بيجدمونك انت ولا انت على انسان ياي قبل لا هذا ابوي اسمها لعبة وهاي ابوي بلد قانون بلد القانون الاحترام فيها ما شي ما يستوي انك انت تجدم عمرك على العرب حتى لو ياي متأخر بعد شفوك شينك قوات عينك ياي متأخر على موعدك ولا لازم يتحدروا اني قبل ما حب يحدر قبل احني ميع المثتين قونات الدي ومسجان ولا ابو محمد احن يوم نسيل العيادة الفلانية يأخروا انه بترية تخيل انتظار توصل الى للساعة ليش الغالي من الساعة وايد الغالي عليك رد بيتكم ويخلهم وكتمسحك وفتكم الصدع والديان احنا اللي يحفظكم الحين اقتصادية تدبي سايرين نسوي تفعيل للبطاقة بطاقة تفعيل التوقيع الالكتروني نفعل بطاقة التوقيع الالكتروني كالعادة اللي يحفظكم يتخذ رقم رقم حادي امية وعشرين جدام يمكن كان خمسة او ستة مضافين ويعني ريال ويعني رقم منقير ما عارفي على اللي حظ هذا اللي قايصي عارك عيونه قالي بو انت نحن بيعطيك شيء بي ويابي للرقم هذا وقال لي تفضل المهم خذ بطاقتي ويزاه الله خير وبارك الله فيه ما قصر في خلال دقيق كتير انا بخلص شكرا تسهيل بو يتابع لمنوه هذا تابع حق العمل العمال شكرا تسهيل وشكرا العمل العمال وانت قبلهم كلهم شكرا لك انت يزاكر لك الخير والله يحافظك وما قصرت حاضرين انا مفروض انا تسأل مبطط شو اسمك انسي تسأله شو اسمك المهم مشكور ويزاكر الله خير تابعني انتو ولا ابوك عليكم السلام لا ندني انا تابعك انا اتابع صلاح احب صلاح والله تحبك العافية لا لازم تحضر عرسه ان شاء الله صدق والله لقاطنا العروس في العين وان شاء الله اذا لجعلنا بالحيين بس تتوي الدعوة عامة ان شاء الله وان شاء الله انك اول مدعوين ان شاء الله ابوك منوه انت ابوي عارف خليفة بالقيزة والله والنعم ويدام بيتصال من شاء الله من شاء الله عليكم وعلى ابوك من شاء الله يلا الله يحفظكم سلم للوالد كتير السلام من شاء الله يعني ابوك يتابعلي ولا انتو ما تتابعني انا تابع بعد ولا خفيف ساعات ساعات بس صلاح وايد حب صلاح يزاك للك الخير سلم عليك حبيبي بارك الله فيك شكرا حبيبنا الصلاح اليوم وكننا زرعينه نحنا من شهرين والزرعات كويسية من نحسا ما يمكن وهلا نحن عم ناخد له المقاس منشان نعمله اسنام بيضة حلوى مجل صلاح موهيدة صلاح لازم هاي وابدنا اسنام بيضة ولا اسنام سوداء بيضة خلص هاي الاسنان بيضة اليوم بنا نعمل لكها بس ما عم ناخد المقاس ومعنا خمس ايام تكون جازي كل الاسنان ما عد نركب هذا اسنان المؤقت اوكي هاي وانت مبسوط اليوم وعم ناخد المقاس خدنا المقاس لصلاح اللا وبعد ان شاء الله خمس ايام بيكونوا جاهزين بيجيبولي اياه ونركبلو اياه وبينبسط ان شاء الله بالاسنان الكويسي والبيضة بيضة هاي بيضة كتير خلص هاي لو سأل يا مرحبا يا حي جهر الصور او 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 يا مرحبا تشعر الصور ذاهر الصور او يا مرحبا تشعر الصور تشعر الصور او يا حي جهر الصور سؤال يا احد المتابعين سؤاله كيف كيف هو اللي بيضيه بفم ومش وهي مرحبا شو جوابك احنا بنساوي نشر للحساب يعني احنا بنخلي اكبر عدد من الناس بمنطقت بمنطقتك في ابوظبي او دبي او حتى كل الامارات يشوفون حسابك فبيزيد عدد الناس اللي بتساوي فوله للحساب هذا اللي احنا بنساويه بنساوي نشر بنعمم الحساب ايوه هذا اللي يتم ايوه شكرا جزيلا احيان انت عندك استعداد جاوب على اي استفسار ايه ايه للي بيسأل على الخاص اي حد يفسل الخاص عادي انا اجاوب لكن ما في رقب تليفون ولا كيف ناس تتوصلوا يعني نترك رقم تليفون الشركة ان شاء الله والموقع والموقع وكل شي صحيح بس نوصل الى مكان الشركة بكل الدخاصين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام شيف حالك الله عنواننا بالضرطة شو حينه شارع الشيخ زايد هذا شارع الشيخ زايد هذا برج خليبة نزين دبي مول نترستيشن نعم دبي مول جامعة ايوه اه وهذا مزايا سنتر ايوه هذا المدخل الرئيسي اللي من شارع الشيخ زايد المدخل الرئيسي اللي من شارع الشيخ زايد في المدخل المقابل هذا المدخل المقابل هناك من اه الباركين نعم من عند سيتي ووك من من سيتي ووك شي باركين ثاني يعني ايوه اذاك باركين شي مدخل يعني ايه مدخل من عند سيتي ووك ايوه ايوه ايه شوبينج سنتر. شوبينج سنتر ايه. طبعا هذا من الاقدم المولات السناتر هون في اه دبي. والله. هذا المول تدرون من منولة او ذوق منوه او اه مواصفات كانت تحت توقيع منوه. على هل اساس تشوفونه قمة في الرقي بالرغم منه من اواء المولات اللي في دبي. هذا المول اه تحته في الحياة الشيخ مشتوم. مشتوم بالراشد. هو اللي مختار كل التصاميم وكل كبير وصغير فيه على هل اساس تشوف اه عبق التاريخ والكرتيب والنظارة والشياكة والشي اللي ما شي شراته في الدنيا العودة. علما بانه قديم من اقدم المولات. لكل تشوف تشوف كل شي فيه يديد. كل شي تشوف يديد. بالرغم ان العمره قديم. شي فيه منتهى الروعة. المول ياخذ العقب. يسد كله. احنا لحد درابزين الفنانات. يسدك البهو ماله. يسدك. كل شي فيه تحسب ولايتي. مب ما سربجي. شي ولايتي. شي فخم. شي يدلك على ذوق رفيع. نزيل. نزيل ابو جوري. وهذا ابو جوري هذا شريكي. هم بدنين اخوان. وبجوري. واخبير الاسلام. ابو ابراهيم. ابو ابراهيم. ابو جوري. بدنين اتب هاي الاخوان. اهل سلام. اهل سلام. اهل سلام. قال لي يا وينا بلاك ما خليتني اقول حق العراب كل شنون انتم طيبين. مبركة لكم الشهر. ان شاء الله مبروك على متابعينك وعلى الأمة اسلامية كلها. بارك الله فيكم. هذا مكتبنا. يا سلام. مرة عشر الرئيسي بعد. تصميم وادارة المواقع والتطبيقات. تسجيل علامات تجارية. ادارة حسابات سوشال ميديا. هذا المكتب. وهذا اللوغو مالك. وهذا الخادم كبير. وهذا المكتب. السلام عليكم. كيف الحال? ريال منه? ريال اولا. عبد الرحمن. عبد الرحمن. ماذا هو وظيفةك هناك؟ ريال اولا. ماشاء الله عليك. الشرق عمران خان. عمران خان. ويب ديبلوبر. ويب ديبلوبر. شو يعني؟ مطور مواقع الكترونية. ايوه. ماشاء الله عليك. يسدك اللسم. انت اللسم الخادر وحالي قادي لك. وهذا مكتب المدير. اللي هو بوجوري. الحرب اللاته. فاد حي. مختار حقه مرحبه. المكتب هنا. بعد. كي و اتش. هذا مكتب نير الله يحفظكم. مره الشارع الرئيسي. موقع. انها لاصا ولا استوى. مره. تائر عوير. هذا المحامي يبوي ليقابض مكتبنا نحن. تائر عوير. وهذا المكتب. فنان ورقم واحد. هذا يطروني يقولون مكتب لولايتي. انا والله عايب اني كانت تبون لسن. والله ولا شاوروني ولا نظرين في الديكور اللسم. فنانة شوفه. هذا يزقر روح يرحب. بجوري. حين انا حاشر العرب. بجوري. 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 يبوني العرب يعرفون. من هو بجوري. انا. وشو شغلك في المكتب. انا اسمي لوي العاسمي. انا المدير التنفيذي لمؤسسة الخالدي للتسويق الرقمي. نعم. والله وان نعم. والحين حاليا ان شاء الله بنا خبركم شو الخدمات اللي نقوم بها. الحين سيدة ولا اساك الاسناب وعقوبة تبتدي من يديكي. الليها عادة اخذ راحتك. يا توكل عادة الله. احنا طار عمرك اول شي نبدأ من عند الشغلات المهمة في دبي. اللي هي البحث. نعم. اللي هو في جوجل. نعم. راح نتكلم عن جوجل في البداية. عن جوجل ادورز. في ناس كثير ما يعرفو. نعم. جوجل ادورز. اللي هو لما انت تبحث عن شي في دبي. حتى لو كنت انت خارج في دبي. كنت في السعودية مثلا. وبدأت تبحث عن شي في دبي. يساعدك جوجل عن الاشياء اللي انت تبحث عنها. شي معروف. اوكي. شو اللي يديد اللي انت بحني بجوري. شو اللي يديد اللي انت بتضيفه. الحين اقول لك انا شو الجديد. بارك الله فيك. احنا حاليا عشان نبسط الموضوع. اه ونخلي الناس اه تفهم اكثر. بسلاسة. نبدأ شي سهل. اي شي سهل. بنطرح امثلة. بنسوي امثلة. مثلا. مثلا. حطلي الكاميرا هون. احنا احنا رحنا على جوجل. نعم. انا شخص في السعودية. نعم. اه بدي استعجر سيارة في دبي. نعم. بكرا انا بوصل. هي نعم. باجي انا بكتب بفوت جوجل وبكتب اجار سيارة في دبي. نعم. طحث. مين طلع لي اول واحد. احنا ما بنسوي دعاية لصاحب صاحب بتعجير السيارة هذا. نعم. نعم. بس مين طلع لي اول واحد. هذا اللي مسوي ماركيتنج. اه. هذا هو شايف مين تعجير سيارة بمطار دبي. يعني انت سعودي جاي بكرا بدك تجهز السيارة عشان كتيج. ايه. فطلع لك خيارات تختار. احنا حاليا في صفحة بحث جوجل. هاي صفحة بحث جوجل. انت لما تسوي ماركتنج لما تيجي عند شركة ماركتنج. نعم. هم بيديرولك الموقع. نعم. بحطولك نتيجة البحث في جوجل في اول صفحة. مقدمة. ايوة. احنا شو الفرق بيننا في شركات كثير. نعم. تفضل. في شركات كثير تسوي هذا الموقع. نعم. شو الفرق بيننا وبين غيرنا. نعم. احنا عندنا الخبرة الكافية انه احنا ندفعك المبلغ الاقل وتاخذ النتائج الاكثر. يعني انا اخليك حاليا نشوف هذا. هذا شوف هون. هذا في النتيجة رقم اثنين في محرك البحث. وهذا في النتيجة رقم واحد. نعم. هذا في النتيجة رقم واحد دافع اكثر. ايوة. لجوجل. نعم. لشركة الماركتنج. نعم. هذا دافع اقل. انا اخليك تدفع اقل زي هذا. دفع العميل اقل. هذا. لكن بياخذ الميزة الاولى. ايوة. عندنا الخبرة الكافية وعندنا الطرق انه نخلي هذا يدفع اقل بس ياخذ مطرح هذا فوق. شوف انت. في محرك البحث. ايوة. عرفت كيف? شو الشيء? هذا مثال واحد. المثالة الاخر. اوكي. مثلا. حنا مثال رقم اثنين. احنا الشركة خلينا نقول مثال. اه المحامي بيفتح اليوم شركة. عشان يسوي ريسايكلينج للفود. يليك بالعربي لو سمحت. عشان يسوي اعادة تدوير للطعام. مثلا. نعم. بيسوي شركة اعادة تدوير طعام. في دبي. نعم. كيف الناس عنده خدمة فايف ستار. عنده موظفين هاي لبل. يعني من اعلى مستويات وموظفين. نعم. بس ما حد يعرفه. كيف الناس تعرف انه هذا الشخص. البزنس مان هذا. فتح بزنس فتح شركة اسمها كذا. وعنده خدمة فايف ستار. نعم. كيف بتعرف؟ بيجي عندنا احنا شغلتنا انعرف الناس فيه. اه. انت تقصده هو يعني اللي عنده البزنس هذا. ايه. كنت عشان تعرف الناس فيه. عشان احنا نسوي له حملة دعاة. كيف انت تعرف في الناس. في اه في الراعي البزنس او راعي المطعم او راعي الكوفي او راعي الشغلة هذه. اوكي الحين فيه نوعين من الشركات. نعم. فيه شركة توها بادية. وفيه شركة بادية من زمان. نزيل. علينا نتكلم في البداية عن الشركة اللي توهم الشركة اللي توهم بادية. اه ويبون او يبون ماركتنج يبون تسويق من عندك. ايه. يبون لازم لازم الناس تعرفهم. نزيل. فعلى سبيل المثال شركة اه تنظيف. نزيل. فتحة شركة تنظيف. نعم. في دبي هون. يحتاجوا بالبداية لما يفتحوا مكتبهم يحتاجوا بالبداية لاللوغو. بعد الاسم. اللوغو. نعم. اللوغو. اللوغو لازم يكون اللوغو فريد. شو يعني فريد؟ يعني مو موجود. مو مقلد. مو مسروق. عشان هي الشركة ممكن تصير شركة ضخمة. شركة كبيرة. بدهم يسوي حماية لاللوغو تبعهم. بدهم يسوي حماية لالاسم تبعهم. فيتحول هذا اللوغو لعلامة تجارية. نعم. الشركة مسموحة لها تسوي اكثر من علامة تجارية. احيانا تسوي براند. تلاقي الشركة عندها كذا براند. براندات عدد لا يحصى من اللوغو. نعم. حين تسوينا لهم لوغو. بعد اللوغو الشركة تحتاج ببروفايل. شو هو بروفايل. البروفايل هو عبارة عن معلومات عن الشركة. نعم. البروفايل شو؟ ليش البروفايل؟ هذا البروفايل اهميته لما انت بدك تروح تسوي عقود مناقصات. انت شركة تنظيف. نعم. بدك تروح تسوي عقد مع فندق. نعم. تدخل في مناقصة. اول شي يسألك عنه البروفايل. ارسل لنا البروفايل تبع. الملف مالك. ملفك. معلومات الشركة تبعك. خدماتك. ايش تسوي. اعرف كيف؟ اهه. فبيشوفوا بروفايلك. يوافقونك على المناقصة. تدخل في المناقصة وتروح. تكمل الإجراءات عن المناقصة. فلازم لبروفايل حتى تاخذ العقد. من الشركة ما عندك بروفايل ما يسجلوك. ما يقولوا لك تعال سجل في المناقصة. ما ينزل اسمك. لازم شي ميز الخالدي للتسويق الرقمي عن غيره في مثل انشاء بروفايل لك للشركات او للمواقع اللي يديده. حلو احنا نعرف الشركات الضخمة او مؤسسات الدولة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والفنادق نعرف شو طلباتهم في البروفايل. عندنا خبرة نعرف شو كل شركة ولا كل فندق لما بينظر للبروفايل بيشوف كيف هذا البروفايل فيه وبروفيشنل هذا البروفايل شو المعلومات شو الخدمات اللي فيه هاي النقطة من النقاط اللي احنا تميزنا في البروفايل. جوري كيف طريقة ثوي يعني عدة اسئلة على الخاص. كيف ان انت تستطيع تبرز. رقم اثنين يستوي رقم واحد. لأي اساس في السيرتش اللي لما يدور احسن. بدلا هو دافع اقل لازم يكون اقل جودة. فكيف انت بترفع عليه الجودة الاحسن ترفع الى القمة بالرغم انه هو رقم اثنين. طيب احط الكاميرا هون. نحنا راح نسوي مثال ثاني راح نقول نكتب شركة شركة تنظيف في دبي. بحثنا شركة تنظيف في دبي. حين في عندك هاي شركة تنظيف. جاي رقم واحد. هاي الشركة الموقع تبعهم دافع اكثر مبلغ لجوجل عشان يطلع هون. عشان انا بدي شركة تنظيف انقر عليها. هذه النقرة لما انقر هالنقرة هاي. صاحب الموقع. صاحب هذا الموقع بيدفع لجوجل سعر هذه النقرة. فهذه النقرة الها سعر في جوجل. نعم. هذه يدفع اكثر. هذه يدفع اقل. هذه يدفع اقل. هذه يدفع اقل. وانت ساير. ايوة. الحين احنا كيف نخلي هذه يدفع اقل ويطلع فوق. احنا. هذا سؤالي. ايوة. هذا عنده الموقع مالته هذا الموقع. احنا نخليه سلس. الموقع سهل. التصفح فيه سهل. لما حد يفوت على الموقع يلاقي طلبه بسرعة. نعم. ما يتوه يضيع. نعم. حين انا ها اجيب لكم هون المثال. احا. حين انا بدي شوف شكاتبين شركة تنظيف سجاد. زي. فتحت شركة تنظيف السجاد. هذا الموقع تبعهم. اه انا بدي بحثت عن شركة تنظيف في دبي. ما حددت شو الموضوع. زي. شوف شو طلع لي. مكافحة حشرات. اه اه اه. فهذا انا طلعت منه بسرعة. ما يعجبني. اه اوكي. طلعت منه. شوفت شركة مكافحة حشرات. هذا. فانا طلع لي شيء مو انا اللي طالبه. اه اه. اطلعت بسرعة من الموقع. هذه سرعتي من خروج من الموقع. يعني انا ما لقيت طبيع عندهم. نعم. هذا يأثر على الموقع ويأثر على الشركة سلبا مع عدد الناس اللي يسوهوا نقرات وما يلاقي طلبهم. في بعد في الاجباءات اللي بعدها حد لازم يدفع يسير يدفع اكثر حتى يجيد ناس اكثر. نعم. اما لما يكون انت موقعك اللي قاعد يفوت عليه. لقى طلبه. جلس فيه اكثر تصفح فيه اكثر. بعدين اتصل. جوجل شركة جوجل تفهم انه هذا الموقع قاعد يلبي طلبات الباحثين. نعم. انا قاعد اسوي سيرتش. جوجل من مصلحتها انه الكستمر اللي عندها لما حد يبحث يلاقي طلبه. ما يدخل في متاهات. ايوة. الناس اللي عندهم موقع يفوتك في متاهات. انت تدول على على شركة تنظيف زجاج. نعم. يطلع لك تفوت تح الموقع يطلع لك تنظيف. مطابخ. مطابخ ولا ولا بكافة عشرات. انا ما بدني هذا الموضوع. طلعت منه بسرعة شركة جوجل بعد فترة هذا صاحب هذا الموقع وهذا الموقع بده ينزل في محرك البحث مستوى البحث ينزل. بده ما يكون رقم واحد ينزل رقم اثنين. ينزل رقم حتى لو دفع اكثر من رقم اثنين. ايوة. فاحنا نسوي رقم اثنين ورقم ثلاث نحط رقم واحد لانه احنا نعرف جوجل شو يطلب. انت بما معنى انك انتو بخبرك تسقلون الالماس كل الالماس لكن طريقة القصة هي ليه تخلف الالماس. وتغير سعره من الى. لكن المسمى كل الالماس. لكن يزيد قيمة الالماس كيف بطريقة قصها. يا ربي ما شاء الله عليك يا محسد عمري. انزيل. ما شاء الله عليك. فانا ما اسوي اعلان للشركة. انا ما اسوي اعلان للشركة حتى انا اطلع على موقعه. انا اتكلم عن جوجل حاليا. نعم. فانا بدي اطلع على موقعهم. اعلاني شركة اي سي او خيام. شركة خيام انا بفوت على الموقع. شركة الخيام هاي قاعد تقدم لي اللي انا طلبته. اوكي بسويها اعلان. اذا ما تقدم لي موقعهم متاهة انصحهم اقول لهم هذا الموقع لازم نسوي فيه شوية تغييرات. عشان يصير متوافق مع شركة قولي. عشان جوجل ما تكلبكم مبالغ اكثر. انا ما بغشكم. انا مو دابع من جيبي. انتوا اللي دابعين. كل واحد ينقروا لكم. يعني على سبيل المثال. انا شركة شحن. انا قاعد اسوي امثلة عشان الناس تفهم اكثر. نعم. انا شركة شحن. اشحن على امريكا وكندا فقط. ماشي? حطيت اعلان في جوجل. يقوم يطلع لي واحد بدي يشحن. اه يقوم واحد ينقر لي هون بدي يشحن على الهند. اه. طيب هذا بكلفني نقرة. هذه النقرة حقها فلوس عن جوجل. اي واحد اثناني بدي يشحن على الباكستان. الو. وضيع لي وقتي. اه. ويكلمني ويتصر علي ويقول لي انا بدي اشحن. يا اخي انا ما عندي غير شحن على امريكا وكندا فقط. نعم. يقوم واحد ثالث يقول لي انا بدي اشحن على بل انقلادش. طيب يا اخي هذولا كلفوني. لكن انت كاتب. انا انا كاتب بس اللي قاعد يسوي الاعلان. مين اللي قاعد يسوي الاعلان? ما عنده الخبرة. ما قاعد يستهدف الناس اللي محددين. نعم. انا بدي استهدف الناس اللي قاعدين يبحثوا. البحث تبعهم شحن الى كندا. نعم. شحن من دبي الى كندا. هذا مش محدد. اه يكون اللي قاعد يسوي الاعلان ما عنده الخبرة. انا ما بسوي شحن. انا عندي شحن فقط فقط من الامارات الى افريقيا. يجي واحد اي واحد اي واحد بيتصل عليه او بيمقر على موقع هاي يقول لها نقرة. ينقر على موقع في جوجل ويقول لي انا اه حتى لو ما قال لي حتى هو ما اتصل عليه. هو قاعد يدور على شحن على اا استراليا. طيب انا ما عندي شحن على استراليا كمان هذا الشخص كلفني اا نقرة سعرها النقرة ولا تستهدف في سعر النقرة. بعض النقرات في جوجل توصل لمبالغ خيالية. يعني مثلا معاهد تدريب الطيران نعم نقرة جوجل مالتهم ممكن يتكلم 1000 دولار. دقة واحدة هذي. ممكن توصل ل1000 دولار في بعض الدول وفي الامارات. في الامارات توصل ل200-300 درهم و1000 درهم. ليش? لانه. ان شاء الله جريب ينوصلها في دولار. انزيل. ان شاء الله. لانه معهد تدريب الطيران كم بياخد على الشخص بياخد 800-700 درهم. انت الكستمر اللي جاي عندك بيدفع لك 700 ألف يمكن مربحك منهم مبلغ كبير. جوجل يعرف هذا الموضوع. ما يسوي لك الكلمة اللي انت بحث عنها حين الصيني من الصين جاي بدي يتعلم طيران بالامارات. شو يكتب? يكتب معهد تدريب طيران في دبي. نعم. من يطلع له اول واحد يطلع له اول واحد طيران الامارات. طيران الامارات عندهم معهد تدريب. وهم يدفعوا اكثر لجوجل. ايوه. في معهد طيران ثانية بيدفعوا مبالغ كبيرة لانه المردود كبير. نعم. يعني مثلا انا ببحث عن خلينا انت الكستمر اللي جاي عندك بيدفع لك 700 الف يمكن مربحك منهم مبلغ كبير. جوجل يعرف هذا الموضوع. نعم. ما يسوي لك الكلمة اللي انت تبحث عنها حين الصيني من الصين جاي بدي يتعلم طيران بالامارات. شو يكتب؟ يكتب معهد تدريب طيران في دبي. نعم. مين يطلع له اول واحد يطلع له اول واحد طيران الامارات. طيران الامارات عندهم معهد تدريب. وهما يدفعوا اكثر لجوجل. ايوه. في معهد طيران ثانية بيدفعوا مبالغ كبيرة لانه المردود كبير. نعم. يعني مثلا انا بابحث عن خلينا بحد بيبحث عن بوكي ورد في دبي. مربح بوكي الورد كم؟ خمسين درهم. نعم. ما معقول انا اجي ادفع لجوجل خمسين درهم وانا مربحي كله خمسين درهم. بس لما يكون انا مربحي مئة الف درهم في معهد تدريب الطيارات. عادي ادفع لجوجل حق النقرة مئة درهم. ايجاني عشرين نقرة واحد منهم اوكي ثبت حجز. انا ربحان كثير. انا كل اللي دافع عملي فوق خمسمية درهم ولا الف درهم. بس انا ربحان مئة الف. تفضل ام حمد. ايا سيلا ثانية تفضل. اذا خلا خير. سؤالي هل انتو عندكم ماجيك سحر يعني؟ بتخلق زباين حق انسان ما عنده القوة القدرة ان يكون خمس نجوم. يعني انت بتيب للزباية خمس نجوم حق مكان ثلاث نجوم كيف? لا احنا انا مو ساحر واحنا شركنا مو ساحر وما في شركة سحر. نزيل? الخبرة هي كلمة السر الخبرة. نعم. هذا رقم واحد. يعني انا اقدر استهدف لك الناس اللي قاعدين يطلبوا الخدمات تبعك. يعني مثلا انت عندك صالون. انا عارفة اتجيب لك ناس للصالون. نعم. اه بس اذا اجوا الناس اللي عندك على الصالون انا جبت لك ناس 5 ستار. اه. بس اذا اجوا عندك ولقوا عندك الخدمة 2 ستار مذنبي. ايوه. جاء واحد لعندك انا جت واحدة لعندت على الصالون ولقت عندك الحمام المغربي منظيف. نعم. ما ترجع مرة ثانية. اكيد. فنزل مستوات انتي. ايوه. فلازم انت يكون عندك الخدمة كمان 5 ستار عشان انت الناس اللي يجوا عندك يجوا مرة ثانية ويقولوا للناس انها فضلوا في والله هذا الحمام المغربي يسعروا مناسب مكانه زي المناسب ونظيف وتعقيم بعد كل حمام. بالآخرين يعني هذه الامور تعرفوها انتو اصحاب الشغل اصحاب الخدمات تعرفوا شو الشيء اللي يهرب الناس. انا قلت مو ساحة. انا اجيب لك زباين. بس اذا الزباين هذول يجوا عندك وما لقوا طلبهم مو ذنبي. اكيد. اكيد. بجوري بجوري مساعة وصلنا عد مرحلة الشركة جا حسلها البروفايل. من بعد البروفايل شو الاجراء? من بعد البروفايل الموقع. نزيل? لازم يكون كل شركة لازم يكون عندها موقع. نعم. ولازم يكون الموقع يشبه البروفايل. ما انا اجي اسوي البروفايل الوانه اخضر واصفر وروح اسوي الموقع الوانه اسود وبنفس اجيب وروح اسوي اللوغو الوانه. لازم تكون انت متب تابع. يعني مش الوان عنقاشية. الوان متجانسة. نعم. يكون اختيار اختيار بدقة. اختيار انواع الخط. اختيار انواع الخط اللي انت راح تتبعها في كل مسيرتك البزنس. نعم. راح تتبع يعني تتبع نوع خط معين. نوع الوان معينة في اللتر هيت تبعك. نعم. في الموقع. نعم. في البروفايل. في العروض الاسعار. احنا قلنا انه لما ترسل كوتيشن عرض سعر. ما يصير انت اليوم استعملت الخط مثلا خلينا نقول تبع خط اسم جوجيا. وبكرة ترجع تستعمل خط ثاني. لازم تكون انت ماشي على نسق واحد. تستخدم نفس الخط. تستخدم نفس الالوان في الموقع. في اللوغو. في اه يعني لي. تفضل له هنا. شوف هذا مركز مركز تدريب ودراسات. اي مركز تدريب ودراسات. هذا تبعهم. زي? اجي اسوي اسود ما يصير. خلاص انا ماشي على نفس النسق. شوف الالوان. هذا الواجهة الاولى من البروفايل تبعهم. هذه الواجهة الثانية. ماشي على نفس النسق. حين نعم. على نفس الالوان. الالوان متى ناصل. وهذا يعني ماشي على نفس الالوان. حينها شوف. نيجي على احنا هذا اللون هذا احنا مختارينه بعناية فعندنا الفريق المصمميين بيختاروا اللون بيختاروا الخط بعناية مش موضوع حي الله يعني الموضوع بيمشي على نسق واحد نعم لون واحد خط واحد هذا احنا اللون هذا اللون هذا اللون هذا اللون ماشي على نفس الالوان تقريبا شايف في البروفيل ماشينا على نفس الالوان في الموقع لو شفت الموقع تابعنا كمان نفس الألوان ماشيين على الموقع تابعنا هذا موقعنا اسمه خالدي.اه هذا الخالج للأي يجب الرجل إحماه شوفه هناك لا أنا ولا أحد يشوف ترى من الجمهور لأنه تصوير هذا الاضاع فعندنا هذا الموقع ماشيين على نفس الألوان على نفس الثيم كل شي خدمات تلاقوها موجودة في الموقع فالشركة أنت توق بادي جديد لا تكون عشوائي أنت حين كلامك موجه حق من حق أي حد من الشركات لو فاتح جديد لو قديم حتى لو كان قديم يعني الحين أنا عندي شركة هاي قديمة بس أسويناهم بفروفايل جديد مع الفروفايل القديم تبعهم فاشل سبحان الله فأنت بادي جديد ولا بادي من قبل ما يكون اختيارك لل أمور البزنس عشوائية ما يكون اختيارك للألوان عشوائي اللوغو ما يكون عشوائي خلي الأمور مرتبة وبتمشي على أنساق مرتبة مو عشوائية هذا اللي احنا نقصده في البروفيشنال بزنس في دبي انت مو عايش في مكان ثاني انت عايش في دبي لازم يكون عندك البروفيشنال واحنا جايين على عشرين عشرين كيف بتشارك نعم كيف الناس بتسوي بحث سيرتش في أوروبا ولا في أمريكا بيسوي سيرتش على دبي لازم يلاقوا أشياء بروفيشنال لازم لما يسوي سيرتش يلاقوا أشياء بروفيشنال لما يبحثوا على اي شيء في دبي يكون شيء مميز مرتب ومميز لأنك اردي في دبي في الامارات لازم يكون انت مميز لأن الشعب الامارات والاساكنين في الامارات وقاطنين الامارات كلهم مميزين حتى لو هو في بلاد مش مميز عشان يتماشى مع رتم دولة الامارات لازم يكون مميز ايوه احنا عشان هذا الموضوع احنا ننصح يكون الامور هاي تشتمشي بشكل بروفيشنال ومنسق انا كمان انا عايش في دبي انا ما احب واحد في استراليا قاعد يبحث عن فندق 5 star في يسبا في دبي قم يطلع له نتيجة بحث غلط يجي لهون يتعب يوصل المطار يروح الفندق يلاقي ما في يسبا هذا خطأ مين؟ هذا خطأ الاند بروفيشنال الغير احترافيين اللي قاعدين يشتغلوا في منهم على الماركتين فانا اهمني صورة دبي حتى في الخارج وفي الداخل تكون صورتها مدينة على مستوى العالم ومدينة للمستقبل ومدينة ما تتعب السياح وما تتعب الزوار انا جاي ابحث من كندا من شمال كندا ابحث عن شقة فندقية في دبي يعطيني نتيجة البحث فندق اقوم انا اروح اتعب ووصل الفندق ولاقي مشقة فندقية ترى هذا يعني يعطي انطباع سيء يعطي تعب للسايح اللي جاء انا الطلبي لازم لما ابحث عنه الاقيه وانا طلبي ابحث عنه لذلك الشركات لازم تكون في الماركتينج لان الماركتينج مو بس اليك مو بس اليه مو بس اليه مو بس للموجودين داخل الامارات هذا الماركتينج للعالم كله وانا كمان لما حد احب انوه كمان عن شغله لما حد يبحث عن عشرين عشرين لازم يلاقي شيء مميز وهذا انا رسالة لما حد في اي دولة بالعالم يكتب عشرين عشرين دبي لازم في جوجل يطلع له اشياء مميزة في يوتيوب يطلع له اشياء اكثر تميزة في انستجرام والسوشال ميديا لازم يلاقي شيء مميز ما يلاقي اي شيء والله اي حد حاط اللي في موقع عن عشرين عشرين قم طالعلي في نتائج البحث لازم اللي يطلع في نتائج البحث يكون هو المقصود نعم بس بارك الله مشكور يا بجوري الله يسلم الله يسلم وانت شو حقت فيزر هناك خير هذاك مكتبي هنا ها هنا وين المحامي ها ها وعلى الكلام اللي كنا نتكلم بالنسبة ل والخدمات نحن كمان نقدم خدمة حماية الملكية الفكرية وحماية العلمات التجارية أو تسجيلها في وزارة الاقتصاد وعلى مستوى العالم نعم وفي عندنا المحامي سائر عوير نعم ونحن نكلمك عن الموضوع تفضل ليس طبعا ابي محمد نحن اول بعد انت منوه انا مدير القانوني مؤسسة الرقيم الملكية الفكرية اللي هي شريك مع مؤسسة الخالدي للتسويق الالكتروني نحن راح نكمل موضوع العلامات التجارية بعد ما يصل لحيا من تقديم الأوراق راح نحن نستكمل تسجيل العلامة التجارية في وزارة الاقتصاد ما راح اطيل راح احكي عن بساطة شوية العلامة التجارية يلي تبسر على اسم علامة التجارية هي اي اسم اي لوغو اي جملة اي اشي الانسان يفتر على باله ويحميه بيحميه يبلش الموضوع الوزارة الاقتصاد وينتهي بوزارة الاقتصاد موضوع بسيط جدا بحاجة نحن لصورة جوازه للشخص صورة الرخصة ووكالة تجارية عند الكاتب بالعدل امننا هذول ونحن نستكمل طبعا وزارة الاقتصاد مشكورين اخدصوا مدة تسجيل العلامة اصبحت بحدود الاربعة اشهر تسجيل التنقص حسب ان كان هناك اعتراض او ما في اعتراض العملية تخضع للشخص عنده عمل تجاري ناجح بديه يحميه او هو في طور تطور لانه العلامة التجارية بالمختصر انا ممكن اكون ناجح بعملي واجد اشوف شخص مسجل علامتي انا مشهور فيها وعم يستفيد من تعبي وعنائي بتأسيس يكون هو خذ اللوغو واستخدموه واحنا طبعا هاي اكثر مشاكل من واجه هري عملنا انه الاشخاص انتو كيف تتسبون الحماية هذي؟ الحماية ما في شي ناخذ الاورام من الشخص مناخذ شفل اللوغو اللي هو كان اسم علامة جملة حتى الصوت مثل نعم نعم عملية بسيطة وزارة الاقتصاد واستكمال المطلوب نحن نستكمل المطلوب الشخص اللي يسجل علامته او الشركة مطلوب منها اشياء بسيطة جدا عبارة عن يوم واحد كله ينتهي بنسبع له نحن نستكمل عملية البحث ومن ثم الايداع ومن ثم النشر ومن ثم التسجيل النهائي مدة الحماية طبعا مدة الحماية هي عشر سنين وقابل للتجديد ايضا عشر سنين وشي لها رسوم هذي وايدة؟ رسومها جزارة الاقتصاد من الف الاليال بحدود الخمسة عشر الف درهم هذه الحكومة للحكومة طبعا هذه رسومها بس يعني عملية حماية لنفسي ولذاتي ولشركتي انا بدي اطور او قابل للتطور لازم احمي علامتي لازم اكون مميز بالشيء يكون لي هوية اميزها طبعا السلسة الخارجية بتأسس له الهوية والرقين بيسجلو له هالهوية اللي هو متعارف عليها طبعا الكل اللي بيعرف ان الشركات العالمية بدون علامتها او اللوغو المعرف لا تسوي شيء يعني اي شركة حتى يعني اذا بدنا نحكي على سبيل المثال يعني جوجل كوكاكولا ابل بدون الشعار المميز انت ما فيك تعرف انه ها اكيد 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 اللي بتحققها من خلال تسجيل علامتك التجارية العملية بسيطة جدا سهلة جدا الدولة هون وفرت كل سبل التسجيل السهل بسيط المبسط اه ودورنا ان احنا نوضح للناس هالعملية هاي والفائدة والعائد اللي راح يعود من وراها واي شيء احنا اي خساءة اللي احنا حاضرين بارك الله فيك شكرا شكرا استعدك سأل سؤال استاذ طائد شو العاد تقدر تعرف الناس شو الاشياء اللي نقدر نسوي لها حماية مركية هاي مثل شو يعني شو بتقصد اي اشي انا انت عندك شعار خاص بالعائلة العائلات في احنا عرب مشهورين انو عنا اسماء عائلات نعم هل هل اسم العائلة ممكن ينحط ضمن لوغو معين شكل معين اي اشي ايا كان واقدر احميه شو انا ايا بالنسبة للعلامة التجارية الميزة انو انت بتحسن تسجل تقريبا اي شيء ما في اشي يعني طالما الاشي عام او مبتكر فانا بقدر اسجله ضمن نطاق معين بالاجوان بالاشكال بالاحجام بالاشي اللي بدي اياه انا بقدر اسجله ما في حرج ما في اشي حدود يعني انو هذا يجوز او لا يجوز الا ما كان خالف القانون الاداب العامة والاخلاق ومنصوص عنه ضمن القانون وزارة الاقتصاد بارك الله فيك اذا انا اخترعت عطور اقدر احميه الروائح تحمى والموسيقى مثلا رنت لو افترضنا رنت الموبايل المشهورة فيه شركة نوكيا هاي محميه ما حد بلده والروائح طبعا لك فيه شركات عطور عالمية كيف حامي حالا يعني انا اقدر اركب تركيبة عطر ما واسميه اسم واسعوري حماية بتقدر تحمي اي اشي قطلك ضمن العطور ضمن الاصوات ضمن الاشكال ضمن الرسوم اي اشي شكل معين او مجموحا او جزء منهن فيك تعملها الميكس او تعملها الواحد لحد ما في اي مشكل بهذا طلب الشيء ممتكر يحق لك تحميه العام بحق لك تستخدمه مدون ما تحميه يعني ما بصير انا احمي كلمة سكاي السماء لانه كلمة عام لازم ادمجه بشيء ثاني شيء ثاني لحتى اقدر احمي هالعلامة هاي واتميز به هاي العملية بسيطة جدا طبعا فيه اشياء تفصيلية الناس بغينا عنها نحنا ما بندخلهم بمتاهات لانه نحن هاضي شغلنا نحن ايزاك الله اخي يجل الشخص منه والله يوم مشكور مشكور استادي فارق الله فيه الحمد شكرا نحن ابوي من مزايا سنتر من هالمبنى الفخم من اقدم مولات دبي واجملهن وارقاهن وهمهن يسد ان اه ديزاينات وديكورات كلها موقع من حياة الشيخ مجتوم بالراشد على الله يغفله ويرحمه يا رب العالمين وعند نبوي فيها المكتب المتواضع الفنان الكلاس الراقي مع هالشباب الفنانين الله يطرح فيهم البركة خبيل الاسناب والحبيب وبجوري والامحامي بارك الله فيه وهذا الريال انسيت اسمه مصعب عمران محليلة قاوية اسمه انزيل هاي سيدكم بتسلح الاسب نرجو من الله التوفيق وشكرا لكم جزيل الشكر ليش ما صور مخاري وهذا ابوي المكتبها هذا ابوي مكتبنا على ما تشوفوا ما في الحاضر مدحي شكرا لكم ابوي مكتبنا جريب عن السيتي ووك ونحن احبر السيتي ووك سمعي سيتي ووك ان شاء الله يظل جعلنا منحيين فرمضان كل اسبوع بنيك ثلاث وديات بدأ للودي والوديتين اسبوع يوم بنيك انت ويوم لامير ويوم دبي مول ويوم يعني وانت مطرج كل اسبوع مكان كل اسبوع مكان واتغني السيلة حلوة وفنانة ويية البي مالنا غنى عنها والتوفيق عند الله سبحانه وتعالى ابوي بما يختص المعلومات ولا اي سين ولا اي جيم ولا اي شي ان كان انا حاط رقم الكرت الكرت وحاط العنوان حاط الموقع حاط رقم التيلفون وطريقة التواصل فاي سؤال انا ما بقى لان هذا حسابي ما سناب شات انا حقي روحي خاص فيه انا ما يخصني في البزنس هذا ابوي بزنس قابضينا اوادم موظفين هم اه موكل الله عليهم ان هم اللي بيديرون لي شغل هذا وانا مما عليهم اي طالع بشارك غرب باشرافي انا ما روم جاوب النيابة عنهم فاي سؤال اي استفسار اللي يبقى حاطنا الكرت ورقم التيلفون والموقع والتواصل والرابط وكل شيء للي ما فهم الرمس هاي كلها ساعتين عندنا هدرت اه يدخل على الموقع يدخل على الرابط يتصل ويسأل عن اللي يبابة يلقط ان شاء الله الجواب فما لداعي يمتزر تيلفوني بالاسئلة اللي انا ما رح اجاوب عليها حتى لو اعرف لاني ما باجاوب ان السناب انا مخللنا حق حياتي الخاصة مش حق بزنس وعمل لا هذا مخللنا حق حياتي الخاصة حسولف اياك مضحك ندردش معلومة اكل شرب سير ييه هذا الي مخللنا هالاسناب ما مخللنا عن شغل البيزنس شغل البيزنس هذا روح موجود موجود عند كل الناس كل حد بشغله وكل حد بموقع وعنوان اللي اشغاله هاي اللي يبيني وبينكم هاد لسناب حق يروحي بيني وما بينكم بالنسبة لزواج أخوي صلاح تسعين بلمية من المتابعين قالوا بوي يوزوه وما عليه باس يوزوا بوي اللي أخس عن حاته وصلاح الحمد لله لبعايش على مسكنات ولا مهدئات وأصحى عن ناس وايدة إدتشون بيديهم وريولهم صلاح أنا شوف أخير بستمية تودي على الغالب تعرف باطنة وتعرف ظاهرة حد من اللوادم تشوف ظاهرة لكن باطنة قاصر إنها استغفر الله قيد بس الحمد لله إن الله إن شاء الله بيصخر له لرمن عليها وإن شاء الله إن الله بيسحل أمرها وإن شاء الله إننا نقتنع في الحرمة نحن هي تعرف عين الريال لكن نحن ما نعرفها نحن ما شفناها على الطبيعة ما سألنا عنها بنتخبر بعد أخوي نحن ما بني وزحر ما تلعب أكيد أنها ما عرضت هالطلاب إلا هي ما زين الله اسم الزبير الزبير روحها اسمها يسوساوي نحن بمسايني غدانا عاد الله يحفظكم في الزبير هدانا الزبير عاد ريجب وراس الخير بعد ما أعطيه متر عند الدوار اتخذ المخرج عنواتي لمدينة الشارقة يا يتي الشارج أول بعدي تغديت عدت وعينت من الله خير عند هالريال الطيب اللي ما قصر إذا هالله خير نزيل وعنواتي لجل هالموضوع شفتوهن هاي هاي الأبوية مكاين ما لضرب هريس هاي وحدة وهذي ثاني ها مكاين ما لضرب هريس هاي الحمراء وهاي البيج نزيل خدمة هالريال مشكور يا خالد إلا الله يحافظك يطول بعمرك يا ابو محمد مشكور مشكور وهذي مكينة يعنا اللي تشوفونها هاي حق يعنا دياس خمس تمنا هذا يرترك يتسول هالضغط من شر ومن غرب وهذا الباور مالحة المكينة هاي المكينة والمكينة يبقى اين الريشة هذي اللي يحافظكم اللي هنا هذي المكينة هنا اللي للهريس هاي المكينة ابتكارة هو هذا هذا خالد لاني ابتكاري طال عمرك وخمس وخمسين من هذا ابوي ليلي حق حق جماعة طالبين هن وانا يتعادة يحمل هن آآ الهم زيه واللي حقي انا طلبت هاي صغيرونة على قد مطبخي مطبخي في بوظبي مخص غيرونة فانا طالبي هاي المكينة صغيرونة وخمس تمنا ولا هذي ابوي هاي اللي تشوفون الكبار ثلاثين من واربعين من بقواعد هن ودنياهن أبداً الهريسة ما تسويها خابطاً عشرين دقيقة انت والخير ارباعة فلذلك هذا ابتكارك انت يا خالد والابتكار هذا اولاً لازم يكون عندك انت آآ شيء لها اسمه آآ براعة الاختراع آآ اختراعك انت فهذا اللي يحبك حين الحين عطنا رغم تيلفون حد من اللي يشتغلون عنده وكيل نعم نحطينا رغمك انت بيادونك العرب انزين 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 فبارك الله فيك نبه رغم تيلفون اللي يبقى من هالمكاين تراها ابوي ما بمالات بيوتصار والابمالات جدير صغيرونة بومن ومنين خمسة منا وما فوق نعم هاي اللي ما البويت صغيرونة ما يصلح اللي هيصلح حق القصور حق ايه المنين ومنين ونص هالدريل العادي لكن ابوي الجدور الكبار لازم اللي هنبوي المضربة هادي على ما تشوفون وان شاء الله اضلت ها شوف انت نزيل فخاردة احنا بتحط رغم تيلفون اللي يبقى تصنعون له ترا ما بزاهبات هن هم ياخدون الطلب واللي يبقى يندب اول شي مندوب ويحط بيزات مقدم كامل المبلغ يقوله خالد ما ياخد عربون لازم ابوي المبلغ كامل خالد على كم هاي تغريبا حقنا نحن حق صاحب صديق عطونا اياهن على 12 وخمسمية وهم ابوي ثلاثة عشر ثلاثة عشر المكينة طاعدة تبع علمها وخبرها كاملة ثلاثة عشر الف درهم ثلاثة عشر الف درهم المكينة الوحدة ومقاس واحد المقاس اللي اصغر هذا اخدموه احا تسبينا لاني بيت صغيرا انا ما بما الخدم عوده ولا ابوي هاي اللي تشوفون هن؟ هاي اللي جدور حق جدور كبار حق معاريس حق مطابخ حق قصور الشيوخ حق المعول التيار ما بالناس العاديين الناس العاديين ابوي ما يرموني يسوون جدر فيه اربعين وستين من اللي كانت التيار هاي والدنيا مطارجة تعال يبن رقم رقم تلفونك اكتبه فيه ورقة خيبة ما شاء الله عليك تبارك الرحمن يبن ابوي رقمك لا لا اكتبه فيه ورقة فيه كرت اسب نصوره للي يبن من المكاين هاي سعر هن على ثلاثة عشر ومني ومنا كل صاحب الصديج بتعقون عن ميتين واللي يبن ابوي ترى اول شي يسمي اللي من المبلغ كامل كاش وبعدين تخدمون له في خلال اسبوع عشرة ايام تجهز الطلبية شوف شوف الدنيا شوف شو المرايل شوف كل مريل كم اكبره يا اله الله عاصل الداخل هذا القرد اخو في القسطار اسمي جاكوزي 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 ها شو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا مطبخ من مجموع خارج كم مطبخ ينقلن؟ كم مطابخ اللي عندك؟ فضل الله تسعة اللهم ملك الحمد الحمد وهذا المطابخ هاي المطابخ خبارك الرحمة ونحن مثل ما قال عم قلنا قلنا وقف على مالك ولا عشرة من عمالك ولا يفوت لي الفرصة اني اهني وبارشنك بفتتاح المكتب ما شاء الله الاعلامي في جبل يزاك الله خير ونشاء الله مشارك كم المياك وداعمين لمشروعهم يزاك الله خير لانا يقول انا واخي على ابن عمي وانا وبن عمي على الغني فالمواطن لازم نوقف في صف المواطن وتستاهلك اخر والبارك ان شاء الله من طيبك وحسانك يا ابن محمد الله يبفتك ان شاء الله وتستاهلك الخير لا شو واحد والله شي ولف الخيال لا مرة مرة ما اعجب امري بعد لا هو ازولة غير شي فوق عن الزين ضرب على التحميل ونتشرف فيها من زاك الله خير هاي طلبية العين عاد هذه هاي اول طلبية تتنسق من ابتكاره روحه هالب وقلبين يقولك واحد والله فادة نصة فادة نصة هالي يقولون عنه فادة نصة ها ولا حدي يروم يبتكر هالشي لا في البال ولا على الحسبان روحه ما شاء الله عليه هالبوي اول ابتكار ما ضرب الهريس تصنيعه روحه وبتكاره روحه واول دفعه واول بيعه تسير سيدة حق وين العين العين دار الزين والثاني والطلبية حق خالد هاي الابوي الكبار حق حق الجماعة وين هشام منهم هذا لو هداك كلهم غلاط ها هذا ها ماشاء الله علي هذا رغبك نعم شوحات للتنسيق بخصوص مكان العريس من الوضع من الوضع ومالسيق لك عافية عليكم يا اهل العين أهل عليكم بالخير واليمنى والباركات رمضان إن شاء الله ويعرفت إن شاء الله الدولة يلا عاشر يلا عاشر احنا بالتحرح السيارة مخدوه ابوي مخصوص لهن اب دن قياس بالضبط داران ابوي بالضبط اربع مكاين في بكا بثلاثة طن شي ثنينة خالد هذا يضرب من خمسة تمنة الى ستة الى سبعة نزيل العود وهذا يضرب من ثلاثة واثنين واثنين ونص ثلاثة الوسط جدر صغير يعني كل مكينة الها راسين ايوه للهريس للعرسية للمضروبة شوف انت شوف انت مشكورين لا استنل السيل بعد اصدارك الله فيه مشكورين يعني انا يعني الاربع مكان هالكبار الهند ثمان مضارين وانا ليه هند اثنين مشكورين مشكورين خاصل محمد اهلا شكرا على حسن الضيافة رزاك الله خير شكرا على هالغداء المميز والله ان غداء مميز والله اني صادق ساكل لك الخير ومبروك لك الشهر ان شاء الله ومبروك على متابعينك متابعين خالد الخادم ما عندي شي اتكلم ما افكروا الله سبحانه وتعالى في اخر ايام شعبان او الوقت شعبان وصلوا على النبي محمد وانا ويا خالد اليوم انتك اول ان شاء الله ليت رمضان والحمد لله رب العاني وانا سعيد فيه والله يبرح والله يبرح وسلم على عيالك وسلم على اخوش يا ليت يا ابوك يا صلاح عرس العرس العرس شكرا الله شكرا الله مارك الله شكرا